السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة معشف دحمان للطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبسحة جيدة اخوكم دحمان وسيحيكم جمعة مباركة عليكم الاحباب ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم ان شاء الله الوصفة تعليم راح تكون مشروع مقروط المقاهي وانتم ما ديركم في الدار تديروه للعائلة وتقهوه به العائلة الوصفة هذه راح تقطع 40 حبة احنا راح نديرو الكيل اللي نخرجو به 10 حبة تدوك تشوفو في الفيديو كل حاجة الناس اللي مهتم بالمشارع في اخر الفيديو راح نعطي لهم السعر البيع والعلب اللي حطوا فيهم المقروط تشد لهم 10 حبات يعني ما شاء الله تخدموا مع المقاهي جيم عسل ومرم المل داخل محشي بالتمر بالناء خيالية قلت لكم وانتم اللي وانتم في الدار تفرحوا العائلة ان شاء الله الفيديو تعليم مهم بالبزاف نتمنى من كامل المتتبعين اللي يحبونا يديرونا لجامعة قدر باش الفيديو يطلع ويشوفوه عدد كبير من الناس ان شاء الله اهنا وما يبقى لغين راح نعرفكم على المقادر وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله كما راكم تشوفوه لحباب تبعوه معايا مليح الكيل هذا هي اول حاجة شريط زوج كيلو سميد متوسط شريط تعليميزان يعني راهو 5000 للكيلو زوج كيلو بعشر الاف تبعوه معايا مليح خاصة اللي راح يدوروا المشاريع اللي حساب راح يكون مهم بالبزاف عندنا كاست على الفارينة 150 اغرام تبعوه معايا مليح ملعقة كبيرة تعالى فاني عندنا ملعقة تعالى سكر 25 جرام وملعقة تعالى ملح تكون صغيرة تعالى القهوة كيمرا كنت شوفوه كاس تعالى زيت وكاس تعالى سمن اول حاجة لحباب كيمرا كنت شوفوه راح نجيبوه الجفنة تعالى ونجيبوه السيارة يعني ضروري نخدموه حاجات تقليدية على الطريقة تعالى زمن وطريقة تعالى امي ربي يحفوضها ان شاء الله راح نحطو هذك الكمية كامل تعالى سميد ونغرب لوها كامل في السيارة هنا وشوفنا والخباب سميد تعانى windows عاجة لنا بداخل زوج كالوغرام في السيارة سنعجليكم كمية تعاكيده والكمية تعالى اللي تحب هنا تعالى تدير ات viktل تعالى سميد يعني سنسهل عليكم كامل الامور باش كامل تجارب وان شاء الله ادخلثوا انطفاله لاراتكم في التعليقات الناس التي تحبت تبعطنا التطبيقات تحتها هتوصلوا معي في الانستغرام بتاعي الشف دحمن تمنى من كم المتتبعين اللي عندهم الانستغرام يعني هاوليك الانستغرام بتاعي الشف دحمن تدخلوه كامل وتابونيو بالنسبة للسمية التاعنا وش راح ندفولوها هذيك المية وخمسين غرام بتاع الفاري ناكيا ما راكوا تشوفوا الاحباب ونخلطوها كامل اخفيف درحفين بعدها الاحباب اول حاجة راح نحطو هذيك الملعقات على فانيل كمية الملح والكمية تاع السكر يعني نواش فادو كامل حطيناها من خلطوهم كامل حتى ينسجموا جيدا وبعدها راح نجيبو الكمية على اليدام قلنا كاس تاعزيت وكاس تاعسمن ميتين غرام ميتين غرام يلدرتوا واحد كيلو غرام تاعس ميد راح نديرو ميتة غرام سمن وميتة غرام تاعزيت طريقة كل حاجة راح وادحاول فارينا بين خمسة وسبعين غرام نصف الكاس دوك هنواش راح نديرو ندخلو كامل يدم هاكده كما راح نديرو نجيبو نغطوه اول حاجة كاس فلاصتيكي تاني حاجة راح نديرو قطعة تقوم اشخفيف درحفش حال المدة اللي ريحزو السوايع تكفيه هذا ما كانوا تخدمو به المشاريع والناتجة تكون مضمونة واللي خلحت السوايع ربعة السوايع عادي تحبو دخلوه يبات عادي المهم زو السوايع يسموك تخدم ان شاء الله اهنا الحباب راح نجوء للغرس تعنا راح نجيبوه علبة نحتاج شوية على الجلجلان قرفة حول زوج ملاعقة الزيت نحطوهم فيها القرفة هذيك الكيميات على الجلجلان تكون محمصة ونبدأو نعجنوه في هذك التمر تعنا يعني التمر راح يكون الطريقة ما يشقاش تفوروه لو كانت تفوروه يدو بالكومرا هو مخدوم وما شاء الله هنبدأو توجد لنعجنوه فيها هكذا خفيف درحف وبعدها راح نديرو قطرة تعالى مزهر ونعجنوها خفيف درحف حتى نتحصلوا على عجينة تكون طريقة باش الحربوش تعنا يتمش بكل سهولة وهنا الحباب بعد ما نشوفوا الابات تعنا تعالى غرس يعني ولات طريقة تشكل حربوش شوفو كيفاش ما شاء الله طريقة سهلة مهلة تشكلوها كوريا تحربوش ومن بعدها نبسطوها راح نطلكم الطريقة دوك هذك الحشو راح نقسموه على 4 كوريا تكونوا متسويين يعني من بعدها هذك سميت تعنا راح نزيد ونقسموه على 4 يعني نخدمو 4 لبودا كل بودا يقطع لكم 10 قطعة تعالى مقارطة هذي وهنا الحباب بعد ما جزت زود سوائع وسميت تعنا رتاح ما شاء الله هذي هنا نجو نحو على هذك القطعات على القماش نزيد ونحو هذك الغيلف اللي بلاستيكي شوفوا السميت تعنا كيفاش نلقاوه ما شاء الله دوك فالخدمة راح نخدموه بالبودا الواحد واش راح نديرو نقسموه على 4 توجر شوفوا سميت تعنا راح مرمال ما شاء الله نقسموه على 4 بالطريقة عزائد وراح نزيد ونجيب لكم الميزان باش اللي خدم ما تكون متقونا لأصحاب المشاريع هنا راح نجيبو الميزان تعنا في بلكم توما دوكاش حال راح نوزنو شحال راح نوزنو 650 غرام هذي هذو كنتو ما كتطلعو حسابكم زوج كيلو تع سميت مع 400 تعليد مية وخمسين هذك تعل فارينا وهذك الكمية تعل فانيل ملح وسكر نحصلو على زوج كيلو 600 غرام كي نقسموهم على 4 راح نحتاجو 650 غرام يعني الغرس مقسوم على 4 والسميت تعنا مقسوم على 4 كل حاجرها وضحة خاصة ترى نشرح للمبتدئين باش يفهموني جيدا هنا راح نجيبوك كاس معمر خالق ما بين ماء وماء زهر نبدو نرشو بشوية ونخلطو رشو بشوية ونخلطو رشو بشوية ونخلطو حتى نتحصلو على العجن هذك اللون بدو يتغير للأبيض والعجن بدا ينطم بكل سهولة وهذه هي الكورية اللي نتحصل عليها لاباتتاكم تكون أطرية واللون تعسمي دي يتغير من الأصفر إلى الأبيض كي ما راكوا تشفوه هنا راح طرية ورح نجو للبلون طرفي تعنا ونبدو نروليو في البودات تعنا يعني كما نخدمو المقارات ومن بعدها نبدو أن نبسطو هنا الحاجة المهمة للمبتدئين نجيبوك كمية تع ورق الزبدة نحطوها ذاك الورق تعنا من بعد راح نبدو نبسطو فيه يعني راح نخدمو على اليوميزر تع الورق الزبدة تعنا نوصلو احتوجر حتى للحاشية راح تساعدكم بكل سهولة اتبوا معي في الفيديو هنا راح نجيبو الحلال تعنا ونبدو نعاونو فيه باش راح يبسط لنا كامل العجن تعنا نخدمو على اليمين عشان ما نطلعو الفوق حتى نتحصلو على مستطيل ايكون شباب على حساب الحبة وعلى حساب الطول اللي راح تخدموه انتم تبعوني كما راني ندير انا وهنا بعد ما خدمناها كامل من الجهة الورق الزبدة تحتنا نيران فينيو عليها من عشان ما نفينيو وذو كانت جنزة نبسطوها من هاد الجهة يعني باش جينا مستطيل من الشكل ما شاء الله بعدها راح نجو للحربوش تعنا الروليوه جيدا حتى نشوفو طل تعوصل كيمة طول تع العجن تعنا ذو كوش راح نديرو نجيبو قطعة تع ورق الزبدة قطعوها دي سنتيمتر في الارض على الطول هذا اللي خدمنا به كيمة راح تشوفوها هادك العجن تعنا تعتمر بسطو كامل فوق هادك ورق الزبدة هنرفضو هنا يترفض بكل سهولة نحطوه الكيلراه وماشاء الله نرفضو ورق الزبدة تعنا شوفو كيفاش نقلبوه بكل سهولة يعني سهل اما هل هاده خدمة محترفة وما مطور تكون نقية خدمتكم وما تحصلوش شوفو كيفاش نخلوه توجر دو سنتيمتر في الاخير ونحطو هادك تمر ونحو ورق الزبدة بعدها الخدمة تعنا راح تجي سهلا ندخلو يدينا ملح تلح قول هادك تمر باش نقلبو هادك العجن كيمة راك تشوفو كل حاجة راها وضحها دوك تشوفوه هنا علاش خلينا هادك دو سنتيمتر من الجيها اللي ملح بعدها راح نجيب هادك العجن المتبقي ونذنيه باش نلسقو المقرر تعنا وراح يلسق بكل سهولة مادم هادك ورق الزبدة من تحتها راح لنخدمت جيكم متحوفا نعود ونطبقو هادا ونفيني وهت جيدا وهنا بعد ما قلبنا هاد توجر هادك الغلقات جي من الجيها التحت نيد وراح نجيبو لكوفات تعنا ونديرو الديكور هادك الفقاني مقاروتات راح نروحو بهذا الطريقة ونطبعو غير خيف ضريف من الجيها اليسرى حتى الجيها اليومنى وبعدها الاحباب راح نخدمو الروتور التعنا نعودو نولوم اليومنى اليسرى باش نشكلو هادوك المقاروتات شابين متحوفين وخفاف الظرف وبعدها راح نجيبو المستعنا ونقطعوهم راح نحو ذاك الحشيز زايدا نقطعو الحبة الأولى الحباتية نشكلوهم كامل متساوين ويجوا ما شاء الله راح نقطعو هنا عشرة حبات في البودة يعني 4 بودة هادو كيخرجو لكم ربعين حبة متحوفين وما شاء الله كيما راكوا تشاهدو هنا في الصورة وكا ديراكتو مو نروح نقلوهم على بركة الناس بالنسبة للمقاروتنا نعمروها بالزيت يكون عالي نخلوها تسخلو العنار قوية من بعد نحبطوها للمتوسط هنا راح نجيبو الحبيبات تعنا ونطيبو نطيبو خمسة اللولانية من بعد نجيو نحطو الخمسة الدوزية ما على حسب المقاروت تعكم هيلا كبيرة ولا ضيقة كيما راكوا تشاهدو الحباب هنا بعد ما حطيتهم كامل نخلوهم يطيبو بعد ما ياخدو هادو الإحمارات الشباب هنا نجيو نحوهم ديراكتو مو خفيف دريف وكاوش راح نديرو نغطصوهم ديراكت في العسل اللي يكون بارد الحبيبات تعنا راهم سخونين والعسل بارد راح يشرب هادوك المقاروت هادوك العسل ما شاء الله وتغطصوهم كامل كيما راكوا تشاهدو اللي حباب نكملو الفاقة الأولى الفاقة التانية ونجي لكم خفيف دريف وهنا بعد ما عسلنا لولانين زدنا عسلنا التانيين توجد شبكة تعنا آسيات من التحت ونحطو الحبيبات تعنا ونخلوهم يقطروا غير في غردهم كيما راكوا تشاهدو النتيجة بزاف هيلة وبعدها راح نجيبو آسيات تعنا خفيف دريفا ونشكلو الحبيبات تعنا نستفوهم ما شاء الله كيما راكوا تشاهدو هنا في الصورة ونزيدو لهم الفقر الشيشة تعليه السلم ماشي بالعادة نشوف واشرهم عسلين ومحمرين في الواعر وهذه هي النتيجة النهائية اللي احباب مقرط المقاهيم محشي بالتمر يعني وصفة خيالية والبنة عالمية مع أخوكم دا حما نستو ما لتجربوا وانتم ما اللي ترجعوا لي أراكم في تعليقات إن شاء الله قلنا البودة الواحدة يخرج عشر قيطة ما شاء الله وهدو كزوج كيلو تعسيمة يخرجو لكم ربعين حبا راح نجيبو علب بلاستيك يا كيما راكوا تشوفو ونحطوا عشر حبات في العلبة السعر تعالى هذه العلبة راح يكون خمسة وثلاثين الف يعني ما شاء الله تلتة الف وخمسمية الحبات راح تقطع لكم كمية ما شاء الله وتخدموا وتسرزقوا إن شاء الله ما عليكم غير تجربوا وترجعوا لي أراكم في التعليقات هنا ما قلنا نقول لكم غير بقوا على خير وتهى الله في الوحدة لكم سلام